اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين الخارجية الامريكية تؤكد وكالة الانروا تؤدي دورا حيويا في مساعدة الفلسطينيين وليس هناك مؤسسة قادرة على ان تكون بديلا منها تركيا تفرض قيودا تجارية على تصدير اربعة وخمسين منتجا الى اسرائيل ردا على الحرب في غزة وتل ابيب ترد باجراءات مماثلة العيد في سوريا استحقاقات معيشية وغلاء فاحش وقدرة شرائية منخفضة وفرحة لا تغيب عن وجوه الاطفال اهلا بكم اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا تؤدي دورا حيويا في مساعدة الفلسطينيين وليس هناك مؤسسة قادرة على ان تكون بديلا منها واضافت الخارجية الامريكية انها تعمل لوضع خطة للتعامل مع وكالات اغاثة اخرى في غزة اذا حضر الكونغرس التعامل مع الانروا معتبرة ان ادخال تعديلات على نظام تفتيش جحنات المساعدات سيسمح بادخال مزيد منها الى قطاع غزة قال وزير الخارجية الفلسي ستيفان سي جورني انه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على اسرائيل كي تفتح المعابر لادخال المساعدات الانسانية للفلسطينية في قطاع غزة وفي حديث صحفي اضاف انه يجب ان تكون هناك وسائل ضغط وان هناك وسائل متعددة تصل الى العقوبات لسماح بعبور المساعدات الانسانية من نقاط التفتيش واشار الى ان فرنسا من اولى الدول التي اقترحت ان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين الذين يرتكبون اعمال عنف في الضفة الغربية اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الاتفاق او ان الاطفال في غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع مذ بدأت الحكومة الاسرائيلية باستخدام التجويع كسلاح حرب وطلبت المنظمة الحكومات المعنية بفرض عقوبات مواجهة وتعليق نقل الاسلحة للضغط على الحكومة الاسرائيلية لضمان حصول سكان غزة على المساعدات الانسانية والخدمات الاساسية فرضت وزارة التجارة التركية قيودا على تصدير 54 منتجا إلى اسرائيل تشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والالات إلى حين وقف اطلاق النار في قطاع غزة وجاءت هذه القيود عقب رفض اسرائيل السمح باسقاط المساعدات التركية جوا على قطاع غزة على الرغم من المناشدات الدولية بضرورة ادخال المساعدات الانسانية على نحو طارئ وعلى الفور اعلن وزير الخارجية الاسرائيلي فرض الاحتلال قيودا تجارية مماثلة ردا على القيود التجارية التي اعلنت عنها انقرة متهما الرئيس التركي بانه يضحي بمصالح بلاده الاقتصادية لدعم حركة حماس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كان قد توعد اسرائيل باجراءات ضدها بعدما رفضت طلبا قدمته تركيا للانضمام إلى جهود اسقاط المساعدات الانسانية جوا للفلسطينيين في قطاع غزة اسرائيل رفضت طلبا رغم تدخل ايجابي من السلطات الاردنية ليس هناك اي عذر لاسرائيل لمنع محاولاتنا انزال المساعدات لسكان غزة الذين يعانون الجوع وقد كررت تركيا اتخاذ سلسلة من الاجراءات الجديدة ضد اسرائيل هذه الاجراءات التي وافق عليها رئيسنا سيتم تنفيذها خطوة بخطوة من دون تأخير الى ذلك تراجع حجم التجارة بين تركيا واسرائيل بنسبة 33% وفق ما افاد به تقرير لوكالة الاناضول وتشير الارقام في وزارة التجارة الى ان الصادرات التركية لاسرائيل تراجعت بين الفترة من السابع من ترشيل اول اكتوبر الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 30% فيما تراجعت وارداتها ب43% وبحسب التقرير لا تتم التجارة الحالية بين تركيا واسرائيل عبر الشركات الحكومية كما تندرج في هذه النسبة شحنات تجارة الترانزيت المتوجهة الى اسرائيل والتي تمر عبر الموانئ التركية امتنع بنك اسرائيل المركزي عن خفض سعر الفائدة مع تركيزه على زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي يهز العدوان المستمر على غزة اقتصاد الاحتلال الاخذ انفاقه الدفاعي بالتفاقم وافقا لتقريرا اوردته وكالة بلومبرغ ابقت لجنة السياسة النقدية في بنك اسرائيل على سعر الفائدة الرئيس عند 4.5% للاجتماع الثاني على التوالي فيما توقعت اغلبية ضئيلة فقط من المحللين هذه الخطوة فيما توقع الاخرون خفضا قدره 25 نقطة اساس الركود يخيم على الاسواق وعشية عيد الفطر في سوريا في ظل ضائقة معشية المتسوقون اضطروا الى تقليص فتورة ضيافة العيد اذعانا لارتفاع اسعار الحلويات والمواد الغذائية هذا التقرير لمراسل الميادين من دمشق محمد الخضر الاسواق الدمشقية التقليدية بابهى حلتها استعدادا لعيد الفطر اشهى صنوف الحلويات والسكاكر واعرقوة تزدحم بها واجهات المحل في الميدان والبزورية والمهاجرين وفرة وتنوع في المعروض لكن حركة البيع لم تصل الى المأمول يقول الباعة كاقبال المواطنين كانت اخف كثير يعني سبب ارتفاع الاسعار والناس الله يفرج عنها وهو اجمالا اللي كان ياخد كيلو عم ياخد نس كيلو عم ياخد وقية ما عد اخذ الكميات اللي كان ياخدها بالقبل شكوى يزيد عليها المشترون باعلان عجزهم عن شراء ما يحتاجون اليه من ضيافة العيد كثيرون فضلوا اختصار فاتورتهم واحيانا الاستغناء عن كثير من اصناف الحلويات التقليدية تحت ضغط ضعف قدرتهم الشرائية والله ما قدنا نمنشي يعني شايف الوضع وشايف الغلاء وشايف هالحالة واللحلة فيها الحمد الله ما عم سنشتري يعني بدك مصروف كبير قوي يعني مصروف العيد كثير يعني غالي يعني الفساطين غليانة والعواع غليانة والملابس غليانة والسكاكر تقر الحكومة بالضائقة المعيشية تبعا لتبعات الحرب والحصار لكن مراقبين بدورهم يدعون الى حلول بالمتوفر لتخفيف وطأة فاتورة الغذاء على الاقل سوريا البلد الارخص الثاني بعد مصر ولكن ضعف القوى الشرائية عند المواطن صفة سوريا هي اغلى اغلى الاسعار بالدول العربية وبعض الدول العالم نحن نأكد على تعزيز القوى الشرائية للمواطن وهذا الحل لا يمكن يكون بالحلول القصرية يعني وزارة تموين مشكورة سويت ألف ضبط الألف ضبط ما سويتش فيه يعني ما ضبطت أسعار جزء من حركة الأسواق على ضعفها وراءه ازدياد ملحوظ في حجم حوالات السوريين من الخارج تقديرات تشير إلى ارتفاعها إلى نحو ستة ملايين دولار يوميا ضيافة العيد الأطيب والأشهى تعرضها محل سوق الميدان العريقة في قلب دمشق لكنها للأسف لم تعد متاحة لكثير من السوريين اليوم من جراء ضائقة معيشية تفرض حالا من التقشف محمد الخضر من سوق الميدان بدمشق الميادين تمكن برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة من إدخال إمدادات الإغاثة عبر الحدود مع تشاد إلى أقليم درفور غربي السودان من المرة الأولى منذ أشهر وحذر البرنامج من تفاقم كارثة الجوع في السودان ما لم تصل المساعدات فورا إلى السكان وكانت قد عبرت قافلتان الحدود من تشاد إلى درفور محملتين بالمساعدات الغذائية إلى نحو 250 ألف شخص يواجهون الجوع الحاد في شمالي وغربي ووسط درفور نجحت الحكومة العراقية في خفض الدين العام الخارجي بنسبة تجاوزت 50% خلال العام الماضي بعدما اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية والقرارات المالية وانخفضت الدين الخارجي للعراق إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي مقارنة بتسعة عشر مليارا وسبعمائة وتسعة وعشرين مليون دولار في العام الأسبق وتضمنت الإجراءات الحكومية وقف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم انتاجيتها وتنظيم وإدارة الديون وتطقيقها وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية حقق الميزان التجاري الإيراني فائضا بواقع عشرين مليار دولار في العام الإيراني الماضي بحسب ما أعلن محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين وبلغ حجم التبادل التجاري مائة واثنين وخمسين مليار دولار حيث جرى تصدير سلعا إيرانية بقيمة ستة وثمانين مليار دولار في مقابل واردات بقيمة ستة وستين مليار دولار ويقدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي ضمن قائمة البلدان الأعلى نموا بعد الهند ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسوية بعدما تضاءلت الأمال بإمكانية وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط العقود الأجلة لخام برانت ارتفعت أربعين سنة ليصبح سعر البرميل تسعين دولارا وثمانية وسبعين سنة وأسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة وثمانين دولارا وثمانية وسبعين سنة للبرميل مرتفعا خمسة وثلاثين سنة هذا وكان بنك مورغان ستانلي قد رفع توقعاته لسعر خام برانت في الربع الثالث من العام الجاري بأربعة دولارات للبرميل إلى أربعة وتسعين دولارا مرجعا ذلك إلى مخاطر جيوسياسية وقال البنك في مذكرة إن حقيقة أن درجة المخاطر الجيوسياسية في مناطق رئيسة منتجة للنفط قد زادت في الأولية الأخيرة وأضف أنه في ظل قيود إمدادات أوبك وبعض العوامل التي أدت إلى هبوط الانتاج الروسي والارتفاع الموسمي المرتقب في الطلب فإنه يتوقع نقصا في المعروض خلال الربعين الثاني والثالث وصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي متجاوزة القمة التاريخية التي سجلتها في الجلسة السابقة مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 2355 دولارا للأنصة الواحدة فيما زادت العقود الأجلة للذهب في الولايات المتحدة صفر بفاصل تسعة في المائة إلى 2372 دولارا هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نت للمزيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة